ترأس وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة اجتماعا للجنة العليا للإشراف على أعمال موسم الحج للعام الحالي وأكد الوزير بأن كل أعمال هذا الموسم قد تمت بشكل سلس رغم ضيق الوقت فيما يتعلق بالتسجيل والترتيب إلا أن الاستعداد من قبل الوزارة كان بالشكل الأمثل وبفترة قياسية وأن الوزارة بصدد تقييم الأداء بشكل شفاف لمعالجة كافة الإشكالات والقصور لتلافيها في المرحلة المقبلة من جانبه أوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمر مختار الرباش أن عدد الذين تم تفويجهم من المنفذ السعودي ودخولهم أرض الوطن بلغ أكثر من سبعة ألاف حاج وأن عملية التدفق إلى المنفذ تسير وفقا لما هو مجدول من قبل الوزارة وهناك تنسيق مع الأشقاء في هذا الشأن منعا لأي ازدحام